نحن الآن في أحد مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة نقد الصعيد في جبهة الصلو حيث تمكن أبطال المقاومة والجيش الوطني من دحر عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع من هذه المنطقة ومن قرية الصيرتين المقاورة لهذه المنطقة وأيضا قرية حمدة حيث تم دحر عناصر الميليشيات كما تشاهدون إلى هذه القرية قرية الصيار تحت هذه المنطقة تشاهدون أيضا دمنة خدير الواقع على خط تعز عدن حيث قدمت الميليشيات من هذه المنطقة وأيضا التعزيزات والتسليح والدخير أيضا تماد لهذه الميليشيات من هذه المنطقة كما تمركز هنا في دمنة خدير ومنطقة ورزان حيث تشاهدون الآن معنا عبر الكاميرا عدد من المواقع التي يتم منها قصف هذه القرى بصواريخ الكاتيوشا وأيضا بالمدفعية كما تشاهدون أيضا قلعة الدملؤة المشهورة بقلعة المنصورة القلعة التاريخية كانت هناك محاولات لميليشيات الحوثي والمخلوع للسيطرة على هذه القلعة ولكن كل محاولاتهم فشلت معنا الآن في هذا الموقع أحد رجال القيش الوطني يحدثنا عن المواجهات التي تمت ومن ثم تم دحر ميليشيات الحوثي والمخلوع وتطهير هذه المناطق تم بعون الله تطهير هذه المنطقة من يد الميليشيات الحوثية بفضل الله ثم رجال القيش الوطني والمقاومة الشعبية العام والمقاومة الشعبية ودحرهم إلى منطقة الصيرة والآن نحن عازمون على دحرهم إلى الدمناء ومن بعدها تحرير تعزب الكامل إن شاء الله نعم بلغة صمود والمقاومة والتحدي تعزف الصل لحن انتصارها عبد القوي العزاني يمن شباب جبهة الصل تعز